السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين عشر حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الاسد استقر تماما ورح يظل موجود في برج الاسد لغاية الساعة خمسة وثماني وثلاثين دقيقة من صباح يوم الاربعة القمر الان موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 وخمسة واربعين دقيقة من ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح القمر بما انه موجود في برج الاسد اليوم معناة الناس من حولنا في هذا اليوم بيكونوا اكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا معاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الاحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة اجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع احبانا ابنائنا ويمكننا ايضا ان نقترض الاموال واو نستثمر او نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الانيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الاخرين لالنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في غير زاوية وحيدة وهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني برضو بتمنحنا العطف والمودة ومنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الاخر ونجاحات مادية كما انها بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها ولكن كفحصات او مراجعة طبية او اخذ علاج او اي شيء دوري ما فيه اي مشكلة عندنا القلب الشريان الاورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية خلال هذا اليوم اذا باقي اعضاء الجسم ما فيه اي مشكلة لاجراء العمليات الجراحية لالها اليوم ايضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او بالطرق التقليدية للاشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر ولكن للاشخاص اللي ما عندهم اي مشكلة عادي جدا يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح ايضا للصبغ والحنة ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه استقر في برج الاسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة بابدأ الساعة 7.15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى صباح يوم الاربعاء ساعة 5.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره اربع ايام في تمام الساعة 5.55 دقيقة صباحا بصغير خمس ايام نسبة الاضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 20.06 سعيد بنسبة 70% الان ساعة المساء سعيد بنسبة 85% القمر في الاسد حتى يوم 12.06 سعيد الان بنسبة 30% ساعة الصباح سعيد بنسبة 5% ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% عطارد في الجوزاء حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17.06 منتحس بنسبة 10% الان ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% المريخ في الثاور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثاور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوبيت راجح حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم الرغبة قوية للتقرب من الأحبة وقضاء وقت ممتع معاهم وأيضا لممارسة هواية وهي فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراقتك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات واللقاءات والعواطف أيضا باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أيضا برج الثاور بالنسبة لموليد برج الثاور طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأمور البيتية والعائلية فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وما بين أفراد العائلة باستشارة أو مناسبة أو حدث ما ممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات أو ممكن يكون في عطل منزلي أو تغيير ديكور المنزل أو ترتيبات منزلية أو غيرها أم مش إنك ما تفقد الاتزان أو وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية ولكن برضو بدك تحذر من المصاريف الإضافية برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم نشاط عالي جدا تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو ممكن يلتقوا بالأحبة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة لأنه عندكم سرعة بديهة وقدرة على الإقناع والحوار ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر من خلالها مواقفك وبتنشطه زي ما حكينا كل ما يتعلق بالاتصالات والمواصلات يعني سيارات أو أجهزة إلكترونية برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر عادة بيجي بهذه الفترة من عمل إضافي أو مستردات هباة دعم أشياء من هذا القبيل ولكن أيضا بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهمش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقيق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية لأن القمر صار موجود عندكم فعشان هيك بيعود لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور ما بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر حتى على المستوى العاطفي لأجواء إيجابية برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيسيطر التعب عليكم خلال هذا اليوم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس أو ممكن شخص يوعدك بشيء وما يوفي فيه فعشان هيك بدك تحاضر من البدء بأي شيء جديد وحاول أنك تعمل بشكل روتيني ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط ونظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم تنشطه اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتقدر تطلب المساعدة من أصدقائك أو معارفك وبرضو ما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين زملائك أو أصدقائك أو جيرانك أهم شيء أنه اليوم ما تبقى وحيد استغل علاقاتك الاجتماعية بشكل كامل وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل اليوم هذا بيت السمعة فالتركيز على العمل وعلاقاتك بالمسؤولين ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية صحيح أنها فترة ضاغطة ولكن فيها كثير من الإيجابية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بعض موليد برج القوس ممكن يلتقوا بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة اليوم حتى على المستوى العاطفي يعني أجواء جيدة وممتازة بتحيط بحياتك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية والعاطفية هاي فترة مثمرة على جميع الأصعد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم التركيز على الأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تامين ميراث هاي أمال الزوج الزوجة هاي أموال مشتركة اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن اليوم تناقش موضوع مالي يتعلق بالأموال المشتركة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني معني الشركاء شركاء المال العاطفي أو الأزواج ممكن يكون في مصالحة أو تتفاق على أمر ما أهمي شنك ما تنفعل وحول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس فيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو ما تدخلوا بأي مواجهات مع زملائكم بالعمل وانتبهوا لغذائكم وراحقكم لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم إنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر كون أكثر تنظيما أحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وأيضا اتجنب إهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء